هكذا تحولت شوارع بلدية البيض بعد انقضاء أيام عيد الفطر المبارك القمامة متراكمة في كبرى الشوارع وعبر كامل أحياء المدينة في ظل غياب تام لمصالح النظافة البلدية فتعلينا هذه ثلاث أيام تعليل سبعة وعشرين وثمانية وعشرين والحق عليها العيد طرواجور أن كل أماكن يرمون القذورات كانت عامرة هذه اللي كانت تشكل خطر من الأطفال تاعنا ومع الصيف والحمان أنها تثبت لنا حالات من الرائحة الكريهة وقذورات كانت بكمية كبيرة المواطنون من جهتهم ساهموا في هذه الوضعية الكارثية من خلال الرمي العشوائي والغير منظم للنفايات وفي أماكن غير مخصصة لذلك المسؤولية مشتركة لأن المواطنين كما تشوفوا وتلاحظوا لأن المواطنين هذا الرمي العشوائي للنفايات المنزلية في كل وقت عدم احترام الأوقات المخصصة لرمي النفايات وعدم احترام حتى عمال نظافة وعدم رمي نفايات المكان المخصصة بعض السكان الأحياء أخذوا بزيمام المبادرة في تنظيف حيهم كما هو الحال عليه في حي الفدائيين حاولنا نقل الانشغال إلى مصالح بلدية البيض غير أننا لم نتمكن من ذلك لتبقى القذورات والنفايات وحدها هي من تحتل الشوارع بلدية البيض